ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا لبنة والله العظيم انا مش ضدك بس اي حد ما كاني لازم يعرف تي كان منين وراك ايه لا مش هتمشي خليكي وانا هتوارلك على عمك ده تاني بيد يا سبت بعض المصلحة هخلصها واجيلك سلام يا كبير الوقت قاعد برمص الساعة جوة ليه؟ هو بيختلع زره ولا ايه؟ انزل بص علي يا كبير الوقت ده انا مش مرتاح له مساعد ما شفته شفته اشتركوا في القناة يا كبير الوات دورت علي جوا ما لقيتلوش اي قصر ولاقيتل العمارة لها بابتاني يعني الوات دخلع مني واركت اشتركوا في القناة 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 وبعدين طارق ظهر وأنقذني منهم وكان فيه واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره وبعدين أنا قمت من النوم مفزوعة طب قوليلي كان فيه دم في الحلم؟ مش فاكرة دم ايه انتر اخرى؟ أيوا يا ابني أصلا أنا عرف لما يبقى فيه دم في الحلم بيفسده ما بيبقلوش معنا ألف حمد الله على سلامتك يا بنتي والله أنا فرحانة إن ربنا استجاب لدعان شوف انت بقى لك اهو شهر ويمكن أكتر عندنا في البيت بس ما فيه الصلاة صليتها إلا ما بدعلك إن ربنا يشفيك أنا هقوم بقى صلي رجعتين شكري لله وادع إن ربنا يتم مشي فيك يا ستي ما جوزك من ساعة مقامة فزوعة جري عالجامعة عمالي صليله استجي بس بصي بقى واحدة واحدة كده احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا من الملك أنا أنا أبويا الله يرحمه كان مدرس إنجليزي في ليبيا كان اسمه كان اسمه عبد الرازق كان رجل طيب الله يرحمه ترجمة نانسي محبه لقد هو بس محبه نانسي محبه موسيقى ايوه انا هفتح الباب خليك موسيقى 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 يا غنوة 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 أيوة يا غنوة فضلتي حياتي إيه بيك أخبارك إيه؟ تمام خير يا أختي معاملة كشف الكهرباء دي مفيش تفضل يا فاضل نشرب قهوة نشرب شاي نملك سوري تفضل تفضل يا فاضل بس أصلي أنا كنت لسه لابسة وخرجة بس عايدي بقى أنت مش غريب تفضل لا أقولك على حاجة عشان أنا راجل كده وجايل واحدي وأنتي ست لوحديكي سكنة في الشقة الطويلة العريضة دي فبلاش لحسن الناس يتكلموا علينا إزايك عاملة إيه؟ ويسك كنت عايز أسألك على حاجة إنتي سعرف أبو هناء؟ أه طبعا مالك أبو هناء ده صاحبي الروح بالروح حبيب قلبي بموتي كده لما يتنرفز كده ويبقى جامد الجامد اتصل بي النهاردة طالب مني معروف هو أنا مالك لأ مالك مالك يا حبيبتي قوي مالك قوي كمان أبو هناء ده أصله أمره يهمني قوي 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 بعدين هو مش طالب منك أنت حاجة هو طالب بس كل اللي عايز يعرفه عايز يعرف مكان فتون فين فتون إيه وزفتي إيه يا فاضل هو أنت مش عارف أن أنا خلاص قطعت علاقتي بيها؟ مش هي دي اللي جرجرتني على اللقسام وبهدلتني وجابتلي البوليس لحد البيت؟ فاضل هو أنت مش فيهم جيتلي لحد هنا وطلبت مني أخدك ونروح لها وأنا اللي رفضت إيختي حاصل أم اللي بتسألني عنها ليه؟ بقولك إيه؟ هي الزفتة دي عملت إيه؟ لا ما عملتش لا سامح الله هي ما عملتش حاجة بس أصلي يعني حوار كده جزء اختهس مراشد قتل واحد من رجالة أبو هناء حاجة كده كلهم رجالة في رجالة في بعضيهم خنشير كده وجاهم لزة أنا ما بحبوش عشان كده يختي جاتلك فضلت إحنا صحاب بلاش نريفهم ندور على بعض من الآخر كده إنت عارف إن الأشكال دي لو مامي وبابي كانوا عايشين ما كانتش هتقدر تعطب هنا وأنا اللي غلط إني عارفت الأشكال دي يختي عارف طبعا مامي يا دي أيام تتنسي؟ طب يا فاضل الشقة عندك دور فيها وإن لقيت فتون طيب أخد يا أخي في إيدك وإنت نازل يا حبيبتي لا مش للدرجات دي ما تخدميش قوي كده في الأجراشن مش للدرجات دي يا حياتي أنا بس كل اللي كنت عايز أقوله لك إنك يعني لو اتكابلت فيها في حتة اتخبطت فيها في أي حتة بتاع تبلغيها إن أنا عايزها عايزها ضروري وتقول لها كمان إن أنا أخرجها من كل الحوارات دي حتى الحوار الرفيع بتاع مهانا ده أخرجها منه كل بدل ما تخرجها هي أو لا تخرجني أنا لإن أنا اللي صحبتك وتمغي وجعتني من القرف ده لما تشوف فتون تبقى قول لها إن أنا بقول لها كان يوم أسود يوم ما شفت وشك ومش عايز أعرفها تاني فهمني يا فاضل؟ اختي إيه الأجراشن ده؟ خلص بقى الرجل طلب من إن أنا معروف وإحنا هنقدمهوله هبقى كلمك باي باي كده يا رمو كده يعني بتقولي له خش فتش يعني لما يفتشون لإنهم يأخذني يعني يعني يرضيكي ده فاضل فاضل يفتون خشيك ده يا ريت أبويا كان لسا عايش حاجات كتير كانت هتتغير انت عارف لو عرفتني وست أهلي كان ممكن ممكن إيه؟ تقدملك مثلا؟ ممكن ممكن أرفضك مثلا؟ وبعدين با وبعدين في إيه؟ فيكي عملة زي ما تكوني طلعتيني من تحت الأرض بقى لي شهرين موريش غيرك هو أنا مدايقك قوي كده؟ انت فاهمة أنا قصد إيه؟ نعم مش فاهمة أنا بقيت مركز معك في كل حاجة عايز أعرف كل التفاصيل عنك الحلوة قبل الوحش الدنيا دي غريبة جدا أنا مفكر لما كنتش عرفتك قصدي يعني عرفتك كان ممكن إيه يحصل عادي جدا كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن أحصل من لنا كمان أو كنت شوفت شر كان هاي أزيني أنا عارفة أن أنا مش عود معاكو هنا كتير أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك قصدي يعني معاكو معاكو ألا معاكو؟ هو أنت اللي عملتيني كده أول ما جيت عندكو يمكن كنت خافي أحصل إلا أنا في اللوقات اللي هو إيه؟ لبناء يلا أنتلي عايزيني يلا جايين أنا هنزل تعد موسيقى 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 هل تفعليني ايه هنا بو سامرة؟ انا انا ايه بس عالديدك كده انا ايه انا اجيب صدفة عم راشد صدفة مه صدفة هنشوف احنا الصدفة الحقوة دي هنشوف عم راشد ونما اعملتش هلي عم راشد او منعارش انا ام هي اللي عمل ام هي اللي عمل انا اجيب الصدفة عم راشد منتعار اوه ها؟ ايه؟ انتوا إيه اللي جابكو هنا؟ بخيش أنا كنت رايلك عند غنوة لقيت البشاق بالصدفة بالصدفة؟ لا ياخويا مش بالصدفة ابو هنق بعث ويرقود لي تحت بيت غنوة لكن انا بقى لي ساعة بهلففه عليك عبرك ليه؟ هاا طب ما تنتع كده وتقولينا إيه له يا بارة بقى أنا عام راشد أنا بنفس كلامين معلم عام راشد ما انت عارت شفت؟ هاو ها طيب تاخد بعضك بقى وتمشي ما تبصش فراب وتقول له بو هنقل معلم راشد بيسلم عليك تمام؟ هوامر عبر راشدين هوامر غرفة دهية يا يلا تعال سيب ايدي الله يا ولا تعال في ايه يا رجل